واعتقد منتخب مصر تأهل بجدارة إلى الأولمبياد باريس عشان حق إنجاز الناس مشو أخدا بالها منه مكري ما حصلش من مئة سنة إن احنا نوصل اتنين أولمبياد واربعت هم 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 بداية مصر مع الأولمبياد كانت تقلق سنة 1920 هم هم عملنا ساعتها ريكورد من 20 إلى 64 وصلنا 9 أولمبياد واربعت هم بس في أولمبياد فيهم اعتذرنا عن مشاركة فيه لواء 56 طبعا بسبب الاعتراض مصر على العدوان الثلاثي اللي حصل وقتها فانسحبنا من أولمبياد لكن منتخب الكورة كان وصل لدولة العاب الأولمبياد فوصلت تسعة مرات واربعت من وقت القصة دي وصلنا بعد كده بقى في 84 92 2012 هتلاقي دمان ايه متقطعة يعني ممكن ان توصل مرة وتخفق مرة وعدها توصل تاني زي ما حصل 84 92 بعد كده غيرنا لحد 2012 ولما رجلنا في 2012 اللي في لندن ما وصلناش في 2016 اللي في ريو لجعنا تاني لتوكيو 2020 اللي هي قمت في 2021 فبعد وصلنا لتوكيو 2020 تأهلنا لأولمبياد بيس 2020 عشان بقى الأول مرة بعد مئة سنة نوصل لتنين أولمبياد وربعة ده في كورة القدم بعد 1224 نرجع التاني في 2020 و2024 اعتقد انجاز برضو ده كبير ممكن لسه محدش نتابع أول الحتة دي لكن اعتقد انجاز كبير ده بيدل ان فيه تواصل للأجيال اتمنى للفترة الجاية يبقى فيه تحضير أحسن من كده ممكن احنا عندنا زي قمنا من شوية فيه مشكلة شوية في السن الصغير معظمهم مش بحق نتاج جيدة في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر